بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم لا شك ولا رئي أحبتي أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قد بيّن لهؤلاء الأعداء شخصيته المباركة وقد ذكرهم بمجموعة من الأمور أنه ما سبب قتله أنه لماذا أنتم جئتم لتقتلونني هل أنني غيرت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تطلبوني بدم إذن لماذا أنتم جئتم لقتالي فهنا أحبتي الإمام يستفهم الإمام يسأل أنه سبب القتل وهو طبعا يعلم لماذا يسأله الإمام يعلم حتى يتبين أن هؤلاء الواقع جاءوا عن حقد دفين عن بغض عن حقد وهم قد صرحوا بهذا الأمر قالوا إنما نقتلك بغضا لأبيك كما تعرفون أحبتي أو لا تعرفون أن ابن زياد اللعين كانت الأوامر صادرة منه إلى ابن سعد أنه إذا ضفرت بالحسين أقتله ورض صدره رسال بعثها وأراد ابن زياد أيضا أن يصفي جسديا عمر بن سعد لأنهم قتلوا الحسين وخافوا من الثورة الجماهيرية التي ربما تنشب وفعلا نجبت الثورات فأرادوا أن يتنحوا من هذه المسؤولية أن ليس لنا علاقة في هذا الأمر فالرسال التي أرسلت إلى ابن سعد عليه لعائن الله احتفظ بها وهدد بها أن جرى أي أمر لي فأنا سوف أبين هذه الرسال إلى الناس حتى يعلموا أنكم أنتم الذين قتلتم أرادوا أن يوكل الأمر كله إلما إلى ابن سعد حتى يزيد اللعين حتى يزيد اللعين حينما دخلت عليه هند ووبخته ماذا صنعت بي ابن بنت رسول الله وبنات رسول الله قال اعوي لي عليه يا هند فإنه صريخة بني هاشم عجل عليها ابن زياد مو أنا ابن زياد وابن زياد أيضا أراد أن يتنحى وأراد أن يقتله عمر بن سعد حتى ينهي هذا الأمر ويموت هذا السر معه لكن ابن سعد كان فطنا في هذه القضية وقد خبأ تلك الرسائل وأودعها في مكان آمن حتى يكشفها أمام الناس فالإمام أبو عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الحقيقة يوم العاشر أنكم لماذا تقتلونني هذه الرسائل التي بعثتموها يا شبث بن ربحي ويا حجار ابن أبجر ألم تكتبوا إلي أن اقدم قد أينعت الثمار وخضر الجناب إنما تقدم على جند لك مجندة قالوا لم نفعل نكروا ذلك لحظوا التواقع موجودة نكروا ذلك خوفا تملقا قالوا لم نفعل قالوا سبحان الله بلى والله لقد فعلتم حملي بعير 12 ألف رسالة كانت قد بعثت إلى الإمام أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم إذن هو رادي بين أن هؤلاء إنما جاءوا لقتله لقتل الدين لقتل الإسلام وإلا هو يعلم أنه لماذا يسألهم سنة بدلتها دم طلبته لذلك أحبتي لو نرجع إلى قضية مسلم بن عقيل صلى الله عليه وسلم وعلي أنه لم يقتل ابن زياد في بيت هاني ابن عروة بعد أن اتفقوا أحد الأسباب مسلم كان عالما فقيها ينظر في عمق القضية لو كان مسلم قد قتل ابن زياد لم يستطع الإمام الحسين يوم عاشرة أن يقول تطلبوني بدم نعم ابن عمك مسلم قد قتل ابن زياد فنحن نطالب بدم الوالي والي الخليفة كما يزعمون وقد قتل فنحن نطالب بدمه ونريد أن نثأر منكم فالقضية الواقعة الإمام غطى هذه المسألة من جميع النواحي ومن جميع الجوانب لذلك استطاع أن يتكلم بهذا الأمر وبيّن هؤلاء أن قتالنا لك هو بغض هو بغض لأبيك علي بن أبي طالب لأن وقد صرحوا مرارا احملوا عليه وأريحوه ابن سعد يصيح هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قتال العرب إذن قضية واضحة أن هؤلاء الإمام غطى يكشف نية هؤلاء أن قتلهم يهوى للقضاء على الدين لبغضهم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وفعلا صنعوا ما صنعوا من هذه الأفاعل بحق أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه سهل الله تعالى أن يوفقنا لأن نسير على نهج أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين